ضربة البداية مع مقالي ومقاله تعالوا نحسبها تعالوا نحسبها بجد لأن التطورات اللي حصلة على الساحة الكروية في الفترة الأخيرة لا فيها الكتير من الغموض وفيها الكتير من محاولات ضرورة الوصول إلى فهم بالذات إحنا بنتغير الحلم التاريخي كان الكرة المصرية والكل القائمين عليها أن يكون عندنا ربطة محترفة تدير هذه المسابقة أملاً فإن ده يكون لبقية الدرجات التالية تباعاً إن شاء الله ممكن أن يقف فينا لحظة هل إحنا بيبقى أملاً أن يكون لنا ربطة لمجرد أن يكون لنا ربطة ولا فيه أهداف عايزينها تتحقق من خلال هذه الربطة لم تتحقق من خلال الاتحاد جاي دايماً ولك عايزين قانوني هذا عايز تغيير وما حاجة يقول لنا إيه اللي عايز تغيير إيه اللي عايز تغيير عشان يوصلنا لإيه فلما ييجي قانون رياضة نبتدي الانتقادات وعلى فكرة ما من حاجة بيطلبوها إلا موجودة في القانون بس ما حاجة بيقرى القانون ما هو الفكرة الفكرة أنت عايز الشكل والا المضمون فإحنا عايزين ربطة بس عايزين ربطة ليه عشان تعبر عن مصالح الأندية الإقصادية والفنية وتحقق الاستقلالية المتحدة بهدف إيه برضو ما هو الاستقلال مش كده مش أنا عايز أستقله بس وبعدين أعمل أي حاجة لا تحقق الصالح العام زي ما كنا بنقول أن تستقل اللجنة الإولمبية بإعداد المنتخبات ورفع المستوى واستقل الدور الحكومي في نشر اللعبة والبنية التحتية فهمني؟ فلم أتحقق أنه ده يحصل ما نشوفش على أرض الواقع عايزين ممارسات إحنا عايزين لما نقول عايزين لجنة يبقى اللجنة دي هتوصلنا لإيه في القضايا اللي تهم كل درجة من الدرجات وأن يستفاد من القيمة السوقية للدور الممتاز في دعم الدرجات الأقل ودعم الاتحاد والمنتخبات زي الدور اللي ماشي في كل العالم لكن الآلية الموجودة هتسمح بهذا أنا منزعج جدا من تصريح واللجنة بتقول لنا أن شكل الدوري كده مش هيرايح اللعيبة وحيرايقها وحيبقى ضد صالح حتى المنتخبات وضد صالح نجومنا الكبار وضد صالح أنديتنا اللي هي بتلعب في بطولات إقليمية عربية أو إفريقية نفاجأ بتعليق صادم لا دا مش دوركو يطلع الأستاذ أحمد مجاهد اللي هو عيد واللجنة الثلاثية يقول دا مش دوركو طب ما هو دور مين هل هو دور اللجنة الثلاثية اللي هي كما فهمت أنهو موظفين في الاتحاد الدولي جايين يديروا لأن للأسف شديد مش عارف مين فاهم الاتحاد الدولي إنه ما عندناش القدرة إن إحنا ندير شؤوننا الكروية فلازم يتعين لجنة وده كان موقف صادم جدا أن نعامل معاملة الدول الناشئة وإحنا اللي أسسنا الاتحاد الإفريقي فنعامل هذه المعاملة وتستمر لمدة سنتين طيب صلاحيات اللجنة بقى هي اللي تغير نظام الدوري يعني ولا لتشيير الأعمال عندك إجابات عايزة أسمعها منك طيب هنوقف عند الربطة ودورها بشكل أساسي لكن على ذكر اللجنة السلسية اللي بتدير الاتحاد وبرضو جرياً وراء فكرة عايزين نغير القانون دلوقتي الكلمة اللي شغالة عايزين نغير اللايح لايحة النظام الأساسي اللي أقرت لإدارة اتحاد الكرة المصري هناك رغبة في تعديل بعض مواد هذه اللايح فبدأت الأندية من خلال تجمع أعتقد شمل 51 نادي ده كانوا قبل كده حافظ هم هم كان حاجة و80 قبل كده فاجتمعوا وشافوا عايزين نغير بعض البنوت في اللايح ايه هي بعض البنوت ام مجلس إدارة الاتحاد او اللجنة السلسية المكلفة بإدارة الاتحاد بعدت للاتحاد الدولي النهاردة الاتحاد الدولي رد رد مهم جدا نتمنى انه الأندية الراغبة في إضافة بعض التعديلات تمارس حقها الطبيعي في النتول ايه هي اللي عايزت طلبه ايه هي اللي مطلوب تعديله لانه الاتحاد الدولي بعت النهاردة للاتحاد المصري بيقوله ردا على طلبكم برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد الدولي تلات نقاط مهمين واحد الفيفا بيقولك اللائحة اللي انتوا عايزين تعدلوها دي تم إقرارها في جمعية عمومية في تاريخ تسعة وعشرين حداشر عشرين عشرين يعني ماكملناش سنة واعتمدت بشكل نهائي من الفيفا في اتنين يونيا عشرين واحد وعشرين اتنين يونيا اللي فات يعني برضو من خمس شهور فبالتالي الفيفا عايز يقول ان دي مدة قصيرة جدا ان انت تجرب لايحة ايه اللي استجد عندكو جديد علشان تغيرلك ايه اللي استجدد في كلال خمس شهور بيقولي بقى يرى الاتحاد الدولي ان الخطوة المقبلة هي اجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكلفات التي حددتها لللجنة المكلفة بادارة الاتحاد اعملوا الانتخابات الفيفا بيقولهم وبيرغب الفيفا في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لانجاز هذه الخطوة الاتحاد المصري قال للاندية ابعتتولنا علشان نبعت للفيفا البنود اللي انتوا عايزين تعدلوها على لايحة النظام انا محترق استاذ برهن جدا حقيقة يعني كل الناس اللي بتشتغل سواء في اللجنة او في المجموعة الاندية الناس فهمة جدا 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 الاندية دي عندها مشكلة مش مع الاتحاد المصري او مع اللجنة هم مختصمين ادارة معينة في الاتحاد الدولة لدرجة انهم بيقولولهم انتوا بممارساتكم ويعني قراراتكم باختيار لجان لادارة الكرة المصرية اضررته الكرة المصرية ضررا بليغا وطلبين تعويض مليار جنيه لصالح الكرة المصرية انا مش عايز اللجنة يعني ايه تبقى برضو ما هي موظفين في الاتحاد الدولي متعينين من الناس اللي مرفوعة عليهم القضية ايه فما تبقاش فاهم هما واخدين موقف من مين هل هما بيسندوا رغبة الاندية ومحاولة الحصول على تعويض للكرة المصرية بهذا المبلغ الضخم او اي مبلغ يعني ولا حينحازوا للجهة اللي هما طبعا لها هما موظفين ولا هم رواتب طبعا هما مش بيحاربوا من اجل رواتب كلهم ناس ارقى من هذا يعني لكن على الاقل مش معقول حيختصموا لناس اللي هما معينينهم لانه كان من باب اولى بعد ما تختصمني ما توفقش انك تيجي مثلا هذا الغموض وده سؤالي بقى ليس وجمل او دفاع لكن محاولة بفهم ايه اللي اخبطة اللي احنا فيها دي هو مين مع مين ومين ضد مين ومين عايزي ايه ومين اللي حيوصلنا للي احنا عايزينه دول ولا دول ولا دو كامة ولا اللي جايين وبعدين يجي الاتحاد دولي يقول لك عايزين تعملوا لنا التكليف بتاع ده تبقى لك سنتين ما فيش انتخابات وبتشيل لجنة ما في مناش تشالت ليه برضو وجبت لجنة عشان يحصل تسويف في عملية اجراء الاتخابات ما هتبتدي من اول السطر فجاءت اللجنة دي غيرت حاجات كتير جدا في النظام الكوروين هل ده كان في ضمن تكلفاتها ما انت بتقول لا ده جايين عشان يعملوا الانتخابات طب ما هود ده التكليف الوحيد اللي حاجة لوقتي ما تعملش بس عملين تغير في ايه في شكل طيب ما هو الفيفي بقول لك اعمل يعني اعمل دعوة للجمعات العمومية غير العادية اللي اجراء الانتخابات ماذا يحول معرفش ها النقطة التانية انت بتقول الجديد انه الاتحاد المصري او اللجنة اللي موجودة حاليا اخترت الوزارة مبارح واخترت اللجنة الاولمبية ايه بالدعوة للانتخابات امتى المفروض هيتتحدد بقى بنتكلم في الاهداف لكن ما فيش ارادة ان احنا تشوف تتالي الاسئلة بسئلة دي هي اللي حتنجز الامور كيف هو مات كيف هو مات هي دي وعلى اي اساس يعني مين اللي حيبقاله حق الترشيح انت المفروض تعمل انتخاباتك قبل نهاية ديسمبر يعني من دلوقت لغاية الثلاث شهور سوف كنا بنتكلم في نوفمبر بنتكلم دلوقتي في ديسمبر هو الثلاث شهور هو القنون بلزعك ان انت ثلاث شهور أستاذ ابراهيم معديش مشكلة خالص بس انا عايز اعرف السؤالين دول كيف هو مات خلاص مين جمعية العمومية تحديدة لان انت هو اعتمد الاشكالية جاه فين هو اعتمد النظام الاساسي ولكن لم يخرجوا النظام الاساسي تبقى للقانون من اللجنة الاولمبية بعد مراجعته واعتماده الى الاتحاد الدولي تسمع الكلام ده انا مش عارف وده اللي حصل الفيفا بيقولك انا اعتمدت ده في يونيا اعتمدوا لكن محليا انت مبشلتش في الاجراء ليه ما حصلش انت عندك لاحة حاليا انت عندك لاحة حاليا انت واخد بالك انا قصدي بقول ليه اه انت روحت من بره بره تجهلت اللجنة الاولمبية وروحت بعد هو انت تبقى للقانون دي سؤال برضو عايز اعرفه ما يجوز من حقك تعمل كده لكن هل انت تبقى القانون اللجنة تراجع من اللجنة الاولمبية اللي انت تبع لها دلوقتي طيب خلينا في جزئة الربطة لانه كمان المتغير الجديد انه الاتحاد المصر كورت القدم وافع على تأسيس الربطة ده وفقا للاحة النظام الاساسي لانه هو ملزم بداء فوافع على ربطة الربطة من خلال 18 نادي اعضاء الدور الممتاز انتخبوا فيما بينهم حتى وان كانت الانتخابات تمت بالتسكية لانه في النهاية ناس ترشحت زيادة عن العدد المرطوب وتنازلوا عن الترشيع فاصبح المعيار التسكية هو اللي قاد هذه المجموعة لتدير المكتب التنفيذي للربطة املا او رغبة منها في الاستقلال بدأت تدير امورها بشكل مستقل طرحت ثلاث اشكال للدور الممتاز في الموسم الجديد في البداية احمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد قال ده مش من حقهم الرابطة رجعت قالت لا من حقنا او من حق الاندية ال 18 لان انا في النهاية بشكل او بمثل جمعية عموية قوامها 18 نادي هم اعضاء الدور الممتاز هم اصحاب الحق الاصيل والشأن الوحيد فبالتالي اصبح من حق المكتب التنفيذي للربطة بالتنسيق هم اصحاب الحق الاندية حزم شكل الدوري والنظام احمد مجاهد قال مش من حقهم استند على ايه اللجنة قالت من حقنا استندت على ايه واين الحقيقة هي دي الاسئلة الحقيرة لان انت هتقطع مشوار وبعدين هتبصت تلاقي نوع من العرقلة للتنفيذ الاراضة لازم نبقى انا لما يجي اقول للاجنة دير وباستقلالية ما عودش اقولهم حققه ومش حققه خلاص انا عايز اخلص من الهدك بتاع الدوري انا عندي عندي وهو حدد هذا الكلام انا عندي مسؤوليتي المنتخبات وكاس مصر المنتخبات وكاس مصر وبعدين رفع المستوى العام في كل حاجة عناصر اللعبة اذا كنت اعمل دورات تدريبية اذا كنت حتى الحكام اتمنى ان يعظوا باستقلالية لجنتهم المسألة الشكلية لها معنى يعني ما جات اللجنة قلت لك عايز اعمل مقر خارج الاتعاد كانت رسالة بمعنى محدد رغبة عايزة تستخلف اعمالك اتمنى ان يحدث هذا ايضا في لجنة الحكام